قصتنا النهاردة عن واحدة من أخطر ممثلات اللي سمعت عنهم في حياتي شهد البنت اللي عندها 16 سنة ولسه طالبها في 3 سنوات ورغم كده قدرت تعمل 22 حساب وهمي على السوشال ميديا ب22 شخصية مختلفة من كل الأعمار والأشكال عملت دور الولد اللي ضحك على زميلها البنات ولعب بمشاعرهم ودور البنت اللي ضحكت على أخوها وعشمته بالجواز حتى المدرس بتاعها ضحكت عليه بحساب وهمي لبنت وخلته يطلب منها نوعي يتجوزة على مراته تخيلوا؟ حتى دور الست المطلقة والراجل الأرمل لعبتهم بكل جدارة وكانت مشتركة في جروبات كتير جدا بتقدم فيها النصايح للشباب وتقول لهم أنتوا زي أولا دي لما أموتها وإخواتها البنات عرفوا وواجهوها قالت لهم أنتوا مستهونين بيا أنا بكرة هدخل معهد في نوم مصرحية وأبقى ممثلة وهكتب قصص وأفلام كمان وكل الشخصيات دي هتبقى بداية جمهوري ويخلوني ترند وعشان كده منورنا ومشرفنا النهاردة دكتور أحمد علام استشاري العلاقات الأسرية والاجتماعية أزيك يا دكتور؟ أهلا بحركة سيساة الحمد لله كل سنة إيه رأيك في بنت المخاذرة دي؟ والله هي بنت فعلا زي بحركة قلتي هي بتتمتع يعني نقدر نقول بزكاء في الشر يعني زكاء شرير جدا لأنها تحوير آه ما عندهاش مشكلة جدا أن هي تجرح أقرب الناس ليها آه ما عندهاش مشكلة أن هي تجرح زميلاتها أصدقائها أخوها كل الحاجات دي بالنسبة لها عادي جدا في سبيل أن هي تستمتع ولو متع زائفة أن هي متع تستمتع بأن هي شخصية أخرى بتعيشها فتستمتع بمثلا بإنبهار الطرف الآخر بيها أو بالكلام معاها فطبعا شخصية أكيد بحتاجة أمور نفسية كثيرة تتعالج عندها وتفتكرش أن هي دي بداية نجاحة أو أن هي ممكن في يوم الأيام تبقى زي ما بتقول كاتبة ونجاحة وكده لأن هي عندها مشاكل نفسية كتير